اعزائي المشاهدين بصلي من كل قلبي انك تبركت واستمتعت بهذا التعليم اللي كان في الاراضي المقدسة هذا التعليم هو تعليم من شخص الرب يسوع قول معروف ليسوع المسيح انا هو الطريق والحق والحياة ليس احد يأتي الى الاب الا به شفنا ان يسوع المسيح هو الطريق الى المعرفة يسوع المسيح هو الطريق الى الاب يسوع المسيح هو الطريق الى السماء يسوع المسيح هو الطريق الى الخلاص يسوع المسيح هو الطريق الى الشركة وطبعا يسوع المسيح لم يقل أو يطلب من التلاميذ مصليا اهدنا الطريق أو أنا بحاول أهديك على الطريق لكن عندما يقول يسوع أنا هو الطريق فهذه مسؤولية عظيمة جدا تجاه كل واحد إما أن تصدق كلام المسيح أو أن ترفض كلام المسيح طبعا أنا بدعوك أنك تصدق كلام المسيح لأنه المسيح أثبت مرارا وتكرارا مصداقية دعوته بتتميم النبوات في العهد القديم وأيضا بالمعجزات الخارقة اللي الناس شفتها بأم أعينهم وشافوا كمان تعليم المسيح الفذة الجميلة المغيرة المؤثرة الفعالة وشافوا أيضا شيء رابع حياة المسيح الكاملة الطاهرة النقية فلا مجال أن المسيح يتكلم مجرد بكلام عشوائي لكن كلام إلهي كلام قوي جدا بحطك وبحطني تحت مسؤولية كبيرة ترجمة نانسي قنقر